عزائي طالبات وطالبات السنة عامة أهلاً بكم في الحلقة رقم 20 من برنامج مدرس على الهوى صباح الخير على كل طلابنا العزاء صباح الخير على كل مدرس اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستميين ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوا من الكمال هيكون معنا النهاردة في الحلقة مستر شريف عبدالعزيز واللي يشرح لنا شابتر 3 نكمله مع بعض إن شاء الله صباح الخير يا مستر صباح الخير يا مستر أحمد صباح الخير مستر شريف صباح النور يا أحمد فصراح أنا تعبت من الباسف والأكتف وعايز أغير موت كده مع القصة ناخد break مع القصة والجزء اللي حدا كتقوله أنا عارفة أنه شايكه ممتع جدا وعايز تركيز إن شاء الله يا ربنا يوفقك وحلق موفقك يلا بينا يا شباب نشوف القصة تفضل شو 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 Good morning Today we're going to start explaining chapter 3 but before we start chapter 3 we have to get back to chapter 2 in order to revise something النهاردة المفروض إن إحنا نبدأ نشرح chapter 3 يا جماعة والمفروض إن إحنا نركز جدا لإن chapter 3 دوت عبارة عن backbone بتاع النوفل بتاعتي لإنه عبارة عن transitional chapter في الإفنس اللي جايه بعد كده لازم الأول نرجع نرجع على شوية حاجات حصلت في آخر chapter 2 نكتب بس الأول إن إحنا النهاردة بنشرح The prisoner of zinder or it's somehow bloody آآ نميم حسيتها آآ نميم حسيتها آآ نميم حسيتها آآ نميم حسيتها chapter 3 طبعا هنا كده before we start لازم نفتكر للأتي كان المفروض أن الرادوف بعدما قاعد في الستيشن بتاعة ستريلزاو كان حصل أن مارشا ستراكنش جي وخده وطلع يتماشى بيه في قلب السيري أف ستريلزاو الفكرة كلها أن الرادوف شرح لي الساب ديفيزن بتاعة سيري أف ستريلزاو وكان كالتالي طبعا احنا عارفين ان استريلزاو ديت هي عبارة عن الكابيتل سيتي بتاعة روريتانيا ورادوف لاحظ ان الكابيتل سيتي بتاعة روريتانيا كانت ديفايد انتو تومين بورت زي ما احنا مكتبين كده الفكرة كلها ان انا كان عندي مودن بورت اقدر اقول عليه ريتش بورت وكان عندي أول بورت أقدر اقول عليه أول تاون فكرة واقدر كمان اقول عليه بورت والجزء دوت من شابتر 2 كان مهم جدا لان ايام المنهج القديم كان بيجيب فيه مهم جدا كان بيقولي المفروض ان انا هبب اشرح والسرلزاو WAS divided into two ports يعني الناس دي كانت عيشة كويس جدا أسناء ما كان أبو الكين عايش وبالتالي they supported Rodolf Ilverg and wanted him to be the king because they knew that nothing would change الناس اللي في ريش فور كانت بالدعم Rodolf Ilverg جدا وكانت عايزيب أهو الكين because they knew that nothing would change لأنهم عارفين أن Rodolf Ilverg مش هجر أي حاجة في نظام الحكم أما بالنسبة للبيبل اللي عايشين في البور بور تاسرالزو أنا عارف أن البور بور تاسرالزو كانت the opposite هقول اتهاب ناراسترات tiny houses the poor people were crowded into these tiny houses which were very hot in the summer freezing cold in the winter and these people did not want things to stay the same that's why they supported Duke Michael and wanted him to be the king because he gave them hope for a better future and he told them that he wanted things to change من لأنه مايكل كانت دا للناس اللي في البور بور تاسرالزو دوت أمل في أن المستقبل هيبقى أحسن وكمان قال لهم أنه هو عايز الأمور تتغير وبالتالي الناس اللي في البور بور تاسرالزو كانوا supported Duke Michael طيب الفكرة كلها أننا عارفين أن بعد ما رادولف خارج من الستيشن رستورانت قبل ماشا سراكنش وكان مع بعض السولجرز الفكرة كلها أنهم بدأوا يمشوا في ريش بور تاسرالزو رادولف was so happy to see so much color and so many happy faces كان شاف وشوش جميلة كان شاف ألوان كتيرة كان شاف colored flags وكالفر رابان وكان في ناس بتحدف عليه ورود كده من البالكنيز one of the flowers fell on his horse so he stuck it on his coat وبكده بنلاقي أن رادولف إلبرج as king started to make a connection between him and the people بدأ يعمل رابط ما بينه ما بين الناس وده اللي خلى مارشا سراكنش إلى حد ما يستغرب شوية بعد كده بنلاقي أن رادولف كان ماشي في قلب الريتش بور تاسرالزو حاسس أنه هو كينج فعلا ويسفجأة بيبص على واحدة من البالكنيز فلقى face هو كان عارفه كويس الفكرة كلها أن الفيشال إكسبراشن بتاع الفيش ده تغير شوية رادولف بصيلها قوي وعرف أن دي كانت the same traveler on the train with them ودي كانت أنتوان الدموبان ورادولف فكر وقال surely she would shout out saying that I was not the real king يعني هو كمتأكد تأكد شديد جدا أن أنتوان الدموبان هتسلخ وتقول إن دامش الحقيق طيب one character trait about Rodolf we have to know فيه فيه لمحة شخصية عن رادولف في النوفل بتاعتي لازم أعرفها كويس أو اللي هي إن whenever Rodolf thinks of anything it turns upside down من إما رادولف بيفكر في حاجة بتنقلب رأسا على عقب يا مستر أحمد ممتح صالش تمام هل معنى كده مسفات إن أن أنتوان الدموبان فعلا هتسلخ لا طيب في بداية شابتر 3 بقى بيبدأ شابتر 3 من الحتة دير رادولف بيقول dressed as the king of Rorytania I wrote on my own expecting to hear Antoine الدموبان calling out saying that I was not the real king أنا مش في ألبر ريتش بورتا عسفرالزو متوقع أن أنتوان الدموبان هتسلخ وتقول إن أنا مش الكنج الحقيقي yet I heard no one calling out ولكن ملقيتش أي حد بيقول أي حاج طيب perhaps she hadn't recognized me after all رادولف بيقول إن هي ممكن تكون أساسا ما خدتش بالها منه I did not look back ورادولف ما بصش وراء ليه نعرف ليه رادولف لو كان بص وراء كان هيزوت الداوت اللي كان عند أنتوان الدموبان وبالتالي هيأكد عندها فكرة إن هو he's not the real king وبالتالي هو ما بصش وراء طيب وبعدين رادولف يقول بعد كده إن هما بدأوا يخشوا على الجزء الفئير من المدينة اللي الناس فيه كانت مخلصة جداً لديوك مايكل وبالتالي لأن Marshall Struckench ادى أوردر للسولجرس بتوعه إن هما تستطع بكومن بدأت السولجرس تتجمع حوالينا الكينج أكتر فرادولف استغرب فرحيل المارشل why have we changed our route إحنا ليه غيرنا طريقتنا في المش فرحيله إصبار this way كده أحسن رادولف بدأ يفكر وارد شورلي this way however was into a part of town where the people supported Duke Michael but how this could be a better way for the king طب أكيد إحنا داخلين دلوقتي على جزء الناس بتدعم في Duke Michael لنقلق من بس لا الطريقة دي زاي تبقى طريقة كويسة علشان الكينج فكر تاني رادولف well perhaps this was the marshal's plan to test me دي ممكن تكون الخطة بتاعة marshal's trucking علشان يختبر طب يختبر يشوف ايه يشوف اكينجة that might take his own right decisions ولا اكينجة who might follow other people's decisions هل حيقدر ياخد قراراته من دماغه بنفسه ولا حيمشي ولا قرارات أي حدي تاني حيديهاله بعدما فكر رادولف بنلاقي رحيل المارشل tell your soldiers to ride ahead of me قوله جنوب بتوع اكيمشي بعيد عني I don't need them or you I want the people who live here to see that their king trusts them أنا عايز الناس اللي عيشة هنا تشوف ان الكنج بتاعها بياطق فيها الفكرة كلها اني سابت بصر رادولف ورادولف بصر سابت and سابت started shaking his head أنا عارف اني شاكت وانس هاد معنى ها رفوز والعبسيت بتاعها ناض كده ناضي هاد معنى ها انت اكسپنجة لكن كده رفوز something الفكرة كلها سابت حرق دماغه رافضا الفكرة and I thought that سابت thought that this was a very bad idea سابت شاف ان دي كانت فكرة سيئة للغاية رادولف بيقول لي never the less ولكن برغم من ذلك if I have to be the king I have to act like one لو انا هلعب دور الكنج يبقى انا المفروض ان اتصرف زي اي كينج all my people should like me not just a few كل الشعب بتاع لازم يحبني مش مجرد شوية صغيرين بصر المارشل لقى ثابت مكانه I don't you understand me اي مش فاهمني ولا ايه tell you soldiers to go قول جنودك يمشوا المارشل ادى الوردر بتاعه فعلا للسولجر اللي بدأوا يسوقوا بعيد او يسوقوا الحصنة بتاعاتهم يعني بعيد عن رادولف داخلين للبوت بورت تاع سولزو وخرجوا منه كمان الفكرة كلها كان رادولف قال المارشل انه هو يستناه هنا بر للبوت بورت تاع سولزو لحد ما هو يكمل جوه البوت بورت وبعدين يخرج تاني بص تاني على سابت رادولف لأن سابت لك ايضاً ايضاً سابت كان بدأ عليه القلق الشديد I realize that if I were killed in this part of town سابت's position would become very difficult رادولف يقول انه هو لو كانت قتل في الجزء ده من سولزو كان الموقف بتاع سابت هيبقى سيئ للغاية ليه؟ نرجع كده على شابترا 1 ونفتكر ان سابت وفريدز هما الاثنين كانوا officers عند الكينج and their main responsibility was to protect the king مسئوليتهم الأساسية هي حماية الكينج فلو الكينج اتقاتل في قلب البوت بورت تاع سولزو سابت وفريدز would be arrested for not protecting the king مش بس كده ده مايكل would be declared king at once مايكل ساعتها كان هيتم على رملكم في الحال خلاص إلا إنه رادولف كان مقرر إنه هو يمشي في البوت بارت تاع سولزو الوحده الفكرة كلها محما قلنا ان البوت بارت تاع سولزو دوت كان في نارا streets so رادولف was alone in the poor part of سولزو the streets were lined with hundreds of people كانت الشوارع مصفوفة بمئات من الناس and رادولف was so close to them that he could easily hear what the people were saying about him رادولف كان يسمع للناس بيقولوا عليه فراح واحد بيقول للتاني I'm surprised that he's on his own and he's taller than I thought ده أطول مما كنت أعتقد إحنا برضو التفارف chapter 1 إن رادولف لما قابل الكينج I'll accept perhaps for a centimeter or two difference in height we look so alike that the king of Rorytania might have been me رادولف راسندو and I might have been him the king of Rorytania رادولف كان بيقول إنه لولا فرق سنتي أو اتنين بيني وبين الكينج كنت أنا حقه هو وهو هيب أنا لم يتم ذكر مين أطول من التاني في النظر كلها إلا في اللحظة دي بالظبط كده فالفرق في الطول يميل لناحية رادولف طب الفكرة كلها واحد تاني لحال his skin is very white ده كمان أبيض قوي أبيض شوي الفكرة كلها إن رادولف يقول لي although some people were happy and started cheering others were silent and looked at me angrily رادولف يقول إنه بلغم من إن بعض الناس كانت سكتة وكانت مبسوطة وكانت بتهتف إلا إن البعض الآخر كان واقف ساكت جدا وكان غضبا أنا أعنوه ودي طور بني وانا كنت تعرفوا ما بيفكروا فيه الزي إحنا عارفين إن الفور بارتا عسرالزو دوت كان سببورت ديوك مايكل فالبيبل هوا انجري وكان هم الناس اللي بدعموا ديوك مايكل طيب رادولف يقول لي نفذي لس لا ده عبلي دي كمان فيه منطقة أو فيه نقطة مهمة جدا رادولف يبص على الأول بلدنس اللي كانت حوالي لا أصول ديوك مايكل فيها ولما كان دخل الفور بارتا عمل كمبارزن صغيرة كده ما بين ملابسه وبين الأول بلدنس يعني الملابس بتاعته كانت نظيفة عن المباني اللي كانت عكس كده الفكرة كلها اللي رادولف بيقول لي بعد كده يعني برغم من غضب الناس ديت إلا إني وصلت البر للبور بارتا عسرالزو بأمان وسلام ما حصل لوش حك يجي سؤال في الحتة ديت بايين لي كده ان الناس اللي كانت عايشة في قلب البور بارتا عسرالزو كانوا ناس مسالمين حاوى رادولف انه يتبا على الارفء من الجرسال وقلوا إلى الدهبس بيبس باعتزم رادولف الشخص اللي هما ما كانوش بيدعموه مشي الواحده في قلب البور بارتا عسرالزو وخرج من البور بارتا عسرالزو بازم ساليم كان ساليم ما حصلوش حاجة طب وبعدين ألعيش ديووتس ادلو اللي بلاس سيفلي وصلت لحد المنطقة الخارجية بتاعة الاصر بكل امان وبعدها بشوية شفت ساب اللي ارتسمت على وجهه علامات الارتياح درى واس تلالايف اني لسه عايش وبعدين جاء جروب اف سولجرز بدأوا ياخدوا روضوف ويخشوا بيه جوه البيوتفل بالدينج البيوتفل بالدينج دوت اللي هو عندنا في الادشن ديت هيبقى البالاس اللي هيحصل فيه القرونيشن روضوف اول ما دخل قال there were so many people كان في ناس كتير جدا درى didn't know who was doing what انا مش عارف مين كان بيعمليه برا اعلمبر ولكن نفتكر a beautiful young lady with red hair who must be princess فليفيا الفكرة كلها ان اول كاركتر جديدة من قبلها معانا النهاردة هي princess فليفيا فليفيا مين دي بقى قال لي والله دي a royal cousin to the king دي بنت عموهم اللي من العيلة الملكة والمفروض ان اللي هيبقى king هيتجوزها يبقى في عندي اتنين عايزين يتجوزوها اكيد روضوف ايلفرغ اللي هيبقى king واكيد مايكل كمان لكن في واحد محتاج ان هو يتجوزها اكتر ده كان مايكل في تشابتر واحد احنا عرفنا ان مايكل دوت كان الحاف براثر بتاع كينغ روضوف ايلفرغ الفكرة كلها ان احنا عرفين ان الحاف براثر معناها اخ غير شقيق طب واحد يجب ان تعرف مايكل هو ان مايكل ليس 100% من الناس يعني مايكل ما كان مملكي بنسبة 100% هو باباه كان كينغ لكن امه كانت واحدة من عامة الشعب والمعلومة ديت مش واضحة في الادشن بتاعتنا اوي لكن واضحة في الاريجنال الفكرة كلها ان ان اردر مايكل او مايكل نيدت تجات ماريد تلبرينسيس بليديا ودي معلومة هناخدها في شابتر 6 علشان يبقى مايكل بشكل قانوني مالكا متوجا لازم يتجوز احدى افراد العائلة المالكة وبالتالي عايز يتجوز بريديا فهو عايز يتجوز بريديا اكتر من روضلف إيلفرد قال لي طيب I saw a young lady with red hair who anew must be princess flavia وبعدين قال لي انا man with red cheeks, dark eyes and dark hair who anew must be maiko قال ان هو شاف واحد عينيلي لونها اسود شعر لونه اسود وكمان خضوده كان لونها احمر وعرف ان دوت مايكل عرف ان دوت مايكل من كم حاجة يا جماعة من حاجة الاولانية ان هو شاف بتاعته في الويندوز بتاعت الناس اللي كانت في البود بورد تاع اسرالزو دي حاجة الحاجة التانية لما كان سابت في شابتر 2 واخده ورايح به على الستيشن بتاعت زندا قال له كل حاجة عن the king's family likes, dislikes, interests, weaknesses فبالتالي اكيد وصفه مايكل ذاين الفكرة كلها انه وان مايكل سوهم his face turned white وش هو تحول للون الابيض he was shocked it's sodom he became of color على رأيه استاذنا كبير شاحب تمام وش هو بقى شاحب شوي ده عارف شاك دم الصدمة رضا فيقول until that moment I don't think that he realized that the king has come to Strelso اعتقد ان الحد اللحظة دي ما كانش مايكل متوقع ان الكنج او مدرك ان الكنج وصل لسترالزو ليه عشان الكيك بالزفت كده لان كان مايكل بحث لاخو الpoisoned cakes وهو كان عارف ان اخوه عند ويكنس تواتسفود كان عنده نقطة ضعف تجاه الأكبر so he was 100% sure that there would be no king waiting or coming to Strelso in order to be crowned دي حاجة الحاجة التانية مش عايزين نصطبق الأحداث حاجلنا في قلب التشابتر ده طب الفكرة كلها ان راضل بيقول ان مايكل وشه شحب اول ما شاف وبدأت مراسم الكورونايشن وراضل بيقول what could I remember of that coronation that was so important to the people of Rorytania very little ايه بقى اللي انا فكره في المراسم بتاعة الكورونايشن اللي كان مهم جدا في تاريخ او في مستقبل Rorytania ده حاجات قليلة جدا except the golden crown being placed on my head and a faculty golden crown لما تحط فوق دماغي and a few other details وبعد التفاصيل التانية الاخرى I remember the beautiful music that played when somebody announced that brother the fifth was now king of Rorytania and the promises I had to read out loud في بعض الوقود زي القسم كده مسترحمت براها اي king او اي president اثناء الكورونايشن او اثناء تنصيب رئيسا اراها راضل فراسندو بصوت عالي كمان الميزيك الجميلة لتلابت لما شخص اعلن ان راضلف the fifth was now king of Rorytania يعني ان راضلف الخامس اصبح دلوقتي ملكا على Rorytania وهنا كان فيه سؤال انتشر السنة اللي فات بقنار في الهاشيم بانسر للأسف غلط من بعض المصادر المعتمدة كان بيقول لي who was announced as king during the coronation مين اللي تم اعلانه ملكا اثناء الكورونايشن اكيد راضلف the fifth لكن who was crowned as king during the coronation ده كان راضل فراسندو اللي تم تتويقه وفعليا كان راضل فراسندو لكن اللي تم الاعلان عنه كان راضل الفرد او راضل the fifth الا ان راضلف الخامس كده بيقول لي most of all لكن اكتر حاجة فكرها من الكورونايشن دوت I remember being greeted by Duke Michael انا فكر الطريقة اللي حياني بيها Duke Michael whose hands shook with anger اللي ارتعشت من الغضب when he took my hand in his لما مسك ادهي وحطاها في اده and he didn't look at me in the eye وما بصت ليش في عناي ما بصش خالص في عناي when he coldly said congratulations لما قالو ببرود مبروك بعد كده بالله ان راضل في قول لي however no one else not even the princess seemed to realize that I was not the real king وبرغم من ذلك محدش تاني حتى princess Flavia بدأ وكأنها عرفت اننا مش الكنج الحقيقي سؤال برضو بيجيني في الحتة دي ات معظم الطلبة بتغلط فيه did anybody realize that that Rodolf was not the real king during the coronation هل في حد لاحظ ان راضل في مكان شهو الكنج الحقيقي أثناء الcoronation واحد بس هو اللي لاحظ مين مايكل ده أخوه ما هو راضل في قال no one else محدش تاني يبقى من الأولاني مايكل صح كده يبقى حول during the coronation only Michael knew that Rodolf was not the real king but the rest of the people did not know his real identity الناس كلها اللي في الcoronation ما عرفتش ان راضل في مش هو الكنج الحقيقي فيما عدا مايكل فيما عدا مايكل الفكرة كلها بالله ان راضل في بعد كده وقف فقال بالأسر بتاؤ greeting the many ambassadors and important people who came to greet him وكان واقف بيحي كل الناس المهمة والسفراء اللي بهم علشان يحيوه وقال لي I became worried وبدأت أقل when I saw man who knew me from England لما شاف انجلش من كان عرفه وعرف علت كلها من انجلترا الراجل دوت هيبقى اسمه يا جماعة Lord Totham اسمه Lord Totham الفكرة كلها ان Lord Totham ده an انجلش man who was familiar with the asindolls الراجل دوت يعرف علت رضل فراسندول من انجلترا كويس جدا طيب خلاص بقى الرضل في كده وقع في حيز بيس خلاص المفروض انه هو هي الكشف يعني بس احنا قلنا قبل كده انه whenever رضل thinks of anything it turns upside down والراجل دوت راح جاي مسلم عليه وما خدش باله منه خالص ليه because his eyes were poor he had poor eyesight نظره كان ضعيف فما خدش باله منه خالص الفكرة كلها ان حان الوقت دلوقتي ان رضل كاكينج ياخد برينسس بلايفيا وينزل يتمشى في قلب المدينة في جولة كده بيها في كوتش اول ما خد البرينسس ويركبها الكوتش راح واحد من الكمان قال when is the wedding يعني امتى حفل الزفاء رضل مش حارف you will because he never asked the date of the wedding ساب طبعا قال له ان المفروض ان الكنجا هيتجوز برينسس بلايفيا بس ما قالوش على التاريخ امتى يجي لي يقول لي what was the very question that رضل couldn't answer طبعا عندي في النوفل كلها في كم question رضل ماعرفش يرد عليهم اتنين واحد كان اسم when is the wedding and it was asked by one of the common people والتاني هنلايف chapter 4 he was asked by the French ambassador a question that he couldn't answer اتسأل بواصلة الفرنش امباساد رسؤال ماعرفش يرد علي طيب نرجع تاني اول ما ركب رضل الكوتش مع برينسس فلايفيا لها بتبصله وقالت له لا 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 I think you have changed today انت متغير 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 قالت له you look tired and serious and I think you're thinner I think that I want to change now that I'm king اصلانا عيزة تغير لاني بقيت فراحت لأ perhaps you already have لا دانت أكيد تغيرت I heard that you wrote through the old town alone and that surprised me انا سمعت انك سوءت الحصان بتاعك لوحدك فقال بالبول ودادهشني the people there must really have appreciated what you did الناس اللي هناك اكيد اضدروا جدا ان اللي انت عملت ده قالها I hope I'll make a good king اصلانا عايزة با كينجي قويس وبسرعة الكوتش رجع تاني على الاصر ودخر رضل في البالاس واقعد على الترابيزة الملكية بتاعته ودوك مايكل next to him and فردس behind and sat behind him and فردس nearby قعد رضل في على الترابيزة الملكية بتاعته جنبه دوك مايكل وراه سعب ساب دايما وراه عشان يقوله يعمل يوم يعمل شي ايه وفردس قريب منه رضل بيقول لي I felt like a king انا فعلا حست اني كينج but I felt about the reo king where he was and what he was doing at that time ولكن نفكر في الكينج في الوقت ده يترى هو كان فين وبيعملي انتهت مراسم الكورونايشن وراضل في الأفترنون راح داخل الأوضة بتاعت النوم بتاعت الكينج قال لي ليتا ذات أفترنون I sat down on my bed feeling exhausted طبعا راضل فيحنا عارفين انه هو he wanted to lead an easy life كان عايز يعيش حياة سهلة وبالتالي الأفرت اللي عمله أثناء الكورونايشن كان شيء صعب عليه فكان حاسس بالتعب قعد على الباد وكان جنب سعب تو فريدس ومن لقى ان فريدس بدأ يتكلم ويقول that was a day to remember ياه انا عمري ما هنسى اليوم ده تاني ابدا I think I would like to be a king for a day يا رب والنبي ربب اكينج ولو اليوم واحد بقول لك ايه انا مش عايزك تأفورها قوي كده وتقصو على نفسك يعني I don't think it was a good idea to ride alone through the old town ما اعتقدش انك اكتفكرة حلوة منك يا ردل في انك تسور حصان بتاعك لوحدك في قلب ال old town Duke Michael won't like it if he become too popular with his people you know أصلا Duke Michael مش هيعجبه أبدا أبدا انك تكون محبوب من الناس اللي بتدعمه فرد عليه ردل فو قال له well it's only a few hours and I'll become ردل فرسندل once again مهم ديوك مايكل مين بس بس ده هي كلها كم ساعة وحرجع ردل فرسندل تاني رح ساب مقرب عليه وقال له only if you stay alive as long as that ده لو فضل تعاليش لحد المعرض باللي رضل فإلي فرح قال له مايكل has had news from Zanda مايكل قتلو أخبار من Zanda and he's almost certainly planning something وأكيد هو بيخطك لحاجة دلوقتي you must leave the city as soon as you can انت لزم تسيب المدينة أو البلد كلها the country as soon as you can but you need a permit to leave the city انت لازم تسيب البلد بأقصى ما عوتيت من سرعة ولكن لازم لك تصريح علشان تغادر مدينة سترالسو رضل فيقول له who can I get a permit from طب أحصل على التصريح ده من من قال له the king of course من ال king ال king ال king ازاي قال له استانا رحمة الله علوف to sign and a paper with the king's signature for him to copy عشان يقلد الامضة إلا أن رضل اعترج وقال له look I can pretend to be the king because I look like him أنا ممكن لعب لبدوري ال king بكل برا على إني شبه but that doesn't mean that I can write like him too ولكن ده مش معنى أننا أقدر أكتب زيه كمان hello it's not hard to copy يا أخي فيه ايه الموضوع مش صعب أوي ورح سابت ماضي حول ورح يقولهم تعالوا بع let's remember our plan تعالوا نتكل الخطة بتاعتنا I'll go with your rassendol أنا هروح معاك يا rassendol Freds you have to stay here and tell everybody that the king has gone to bed and he's not to be walking up by anybody until nine o'clock tomorrow morning يا Freds هتقعد هنا وأي حد يسألك على ال king يتقوله ان ال king ينام ومش غايش حل بكرة الصبح الساعة تسعة do you understand Freds no one I understand that I don't need to be told that أنا محدش يقولي حاجة زي كده أنا فاهم كويس خلاص يا رassendol I'll take this big coat and hat سابت الدالو big coat with the hat in order to hide his own identity ادالو الكوت البلطه كبير عشان يخبر physical features بتاعته وكمان ادالو ال hat عشان يخبر راد هارو معالم وشه now are you ready to go ها مستعد ان انت تتمشي معايا قال له yes I'm ready رادل فراح رايح مسلم على Freds وبعدد لهم خارجين من الاوضة بتاعت الكينج not through the door مش من الباب بطر وابانل in the wall ولكن من خلال لوحة كده في قلب الحيطة تخروها لان في دارك باسج وراها مشي في الدارك باسج ساب بدأ يقول لرادلف in the old king's time I knew everything about this passage تعرف يا رادلف قال له ايه قال له لما الكنج القديم كان عايش انا كنت تعرف كل حاجة عن الممر ده رادلف ما تكلمشي وفضلو ماشيين في الباسج اللي ended in a heavy wooden door اللي كان في نهايته باب خشبي قوي ساب انلاق دت ساب فتح الباب وبعدين لان الباب دوت بيطلهم على شارع الشارع دوت يعني بيطل على الحضائق الخلفية بتاعت الاصر وكان في واحد مستنيهم بحصنين رجبوا الحصنة بسرعة وبدأوا في رحلتهم علشان يروحوا عند واحدة من الستي جايتس الفكرة كلها مسترحمت انه هما خدوا القواد باك سريتز لان المين سريتز بتاعت سرالزو كانت فل وث بيبول هو سيليبراتي خد الشوارع الخلفية الهادية لان الشوارع الاساسية كانت مليئة بالناس اللي كانت بتحتفل بالكورونايشن وهما ماشيين بنلاقي النساء فلحقايا لردوف خد مسدسك خليه معاك من الممكن تحتاجه علشان تكتاز احدى البوابات اللي موجودة في المدينة كلهم هيكونوا مقفولين في الوقت دوت من النهار طيب فضلوا ماشيين لحد المساعة جات حوالي ستة ونص والنهار كان لسه طالع ستة ونص مساء بس النهار كان لسه طالع ووصلوا عند واحدة من التول سيري جيتز اللي موجودة الانجد سيري والز يعني وصلوا عند واحدة بوابة ضخمة جدا كانت واحدة من البوابات اللي موجودة على صور المدينة قعد سابت يخبط على البوابة فترة وبدأ يقلق لما محدش رد عليه ويسبب قتن طلعت بنت عندها 14 سنة قال لي انا اسف ان انا اقول لحضراتكم ان بابايا مش هنا هو دخل دور المدينة عشان يتفلق على الكين فسابت قال لها يجب ان يتفلق باباقي كان المفروض يبقعد هنا قال لها وطي طول لي لن تفتح البوابة لأي حد لأ لأ لازم نخرج خذي هذه هي تفتحة من الكينج يمكنك ان تظهره عندما يأتي خذي ادي استمارة من الكينج اهي وريهاله الحد ما ييجا اول ما ييجا وريهاله وخذي كمان وراح مديها جود قاين البنت راحت مديها سابت المفتاح سابت فتح الجيت عدى الهورسز وعدى هو كمان الناحية التانية قافل الجيت رقبوا الهورسز وبدأوا يكملوا رحلتهم في الطريق وقفوا في إن وانعرف ان إن ديات معناها اسموه طب مش نفس الإن اللي قاعد فيها راضة في اول ما جاء في زندة لا دي إن تانية ليه الحصنة كانت عدشت فخلوا الحصنة تشرب شوي طب وبعدين وبعدين كملوا وفجأة لما هما بيكملوا كده راح سابت مسك راضة فقالوا listen I can hear something أنا سامع حاجة فراضة فيقول far behind us I could just hear the noise of horses أنا كنت سامع صوت حصنة I looked at سابت and saw worry on his face بصل سابت ولأ الألأ بين على وشه وسابت تقمص شخصية الإدريس يا مستر رحمد راح قال له we're lucky إحنا محظوزين إحنا محظوزين محظوزين ليه قال له we're lucky that the wind is blowing towards us إحنا محظوزين so we can hear them فإحنا قدرين نسمعهم but they whoever they were could not hear us ولكن هما مش هيقدر يسمعون come on وبدأوا يجروب سرعة بالحصنة بعدها بشوية بطاقوا شوية وما سمعوش الهورس and they thought that they could relax أعتقدوا أنهما من الممكن أنهما يستريحوا ولكن بعد وقت سيّر إدري يسمع صوت الهورس تاني فنزل سابت من على حصن بتاعه and he put his ear to the ground ورحاطت ودنه there are two horses ده في حصنين and they are two kilometers behind وهم على بعد اتنين كيلو بيننا come on let's go ورحوا مكملين فابلوا يكملوا في الطريق بتاعهم لحدا ما شافوا أنهما وصلوا عند the tall trees the tall dark trees of the forest of Zanda وصلوا عند الأشجار المتشبكة المظلمة بتاعة الفورست بتاعة Zanda ووقفوا عند a fork in the road كلمة فورك أنا عارف أن معناها شوكة لكن هنا مش معناها شوكة هنا معناها مفترق طرق معناها إيه مفترق طرق الفكرة كلها أن سابت وحق له to the right is our road to the right is the castle يمين طريقنا يودينا لحد the hunting lodge شمال الكاسل القلعة get off your horse قال له get off but they will catch us قال له get off your horse انزل من على حصانك نازل روضل من على الحصان وراحهم مخبيين الحصنة بين الأشجار بتاعة الفورست بتاعة Zanda وراحهم مستخبيين كمان في مكان يقدروا منه يشوفوا الطريق بكل وضوح لكن أيا كان اللي جاي على الطريق ما يقدرش يشوفهم روضل بيقول it was a clear night with a shining moon the moon was full then الليلة أساسا كانت ليلة صافية والأمر صاطع فيها في الوقت اللي وصلوا عند الفورد كان الأمر فل يعني كان الأمر مكتمل وبالتالي they could see the road clearly سابت رح مستخبي مع روضل and he held the base gun وكان مسك المسدس بتاعه فرودل سألوا قال له do you want to know who they are انت عايز تعرفهم أمين قال له yes and where they are going قال له أيوة عايز أعرفهم أمين وكمان عايز أعرفهم رايحين فين طيب روضل قعد مستني وقالك they heard the noise of the horses coming nearer and nearer بدأ صوت الحصنة يقترب ويقترب وبعدين في الطريق رح سابت مشاور على اللي جايين وقال له look it's the Duke فرودل لا أني Duke مايكل فعلا كان جاي لكنه ما كانش جاي لوحده كان معاه a strong looking man كان معاه شخص يبدو عليه أنه هو قوي جدا الشخص دوت هو تالت وآخر شخص هنقبله في الشابتر دوت اسمه ماكس هوف مين ده؟ ده كان a brother to johan ده كان أخو جوهن اللي كان روضل في قبله قبله كده هو يوهان اللي هو يوهان يوهان ديت ممكن نقولها بلغة الهولندا يعني عارف حضرتك يوهان كرويف طبعا ده واحد من أكتر اللعيب المعرفين في العالم يعني نقولها جوهن نقولها يوهان مش مشكلة المهم إن احنا أولادنا يعرفوا تبوها يعني يوهان أو جوهان ده كان روضل في قبله في قلب الإن في زندا وبالتالي ماكس هوف دوت كان أخوه وده كان واحد من الناس اللي شغال مع مايكل يبقى الفكرة كلها أن ماكس هوف worked with مايكل تمام كده والجوهن كمان كان his servant at the castle of Zanda ومامة جوهن مش عايزين ننساها أبدا كان his servant عند ديوك مايكل في الحانتنج لاج طب الفكرة كلها إن ديوك مايكل وماكس هوف مش يلحد ما وصلوا عند الفورك وقاله كلام مهم جدا وقف مايكل وقال ماكس which way نروح في أي طريق قاله I think we should go to the castle to learn the truth أعتقد أنحنا لازم نروح على الكاسل عشان نعرف الحقيقة فقاله why not the hunting lodge طبو ليه مش the hunting lodge قاله if all is well why go there and if all isn't well I fear there will be a trap قاله طالما كله تمام إلا حيودينا the hunting lodge ولو مش كله تمام يا مايكل أعتقد أن فيه فخ منصوب لك في قلب ال hunting lodge يبقى الماسج اللي كان يتكلم عنها سابت قبل كده اللي وصلت لمايكل كانت بتقول له all is well يعني يعني all is well هنعرف كمان شوية خلاص وبكده يبقى اكتمل السببين اللي مايكل كان متوقع أنه مافيش كينج جاي أثناء الكورونايشن بسببهم واحد إنه هو he had sent his own brother the poison cakes that might prevent him from coming to the coronation الحاجة التانية إنه هو he received the message telling him that all is well جاءت لرسالة بتقول له all is well طاب وبعدين الفكرة كلها إن مايكل متحرقش وبدأ وكأنه بيسمع حاجة ورح أقول لماكس listen I think I hurt something أعتقد إن اسمعت حاجة ماكس ما تكلمش في الوقت دوت سابت رح رفع المسدس بتاعه رح مايكل أقول لماكس to zenda طب يلا بينا على الكاسل بتاعة zenda ومشي وطول ما هم ماشيين سابت رفع المسدس بتاعه وعمال يشاور على مايكل وراضلفي أقول لي I knew he would have loved to shoot أنا عارف إنه كان نفسه يموت مايكل but he knew that that wouldn't have helped the king at that time ولكنه كان متأكد إنه ده ما كان شايا يساعد الكنج في الوقت ده أبدا ليه؟ أصلا لو كان الكنج في قبضة رجالة مايكل ورجالة مايكل عارفوا إنه مايكل مات أثناء ما جيئه للكاسل بتاعة zenda كان من الممكن إنهم يموتوا الكينج راضلفي وسابت قاعدوا مستنين في المكان اللي مستخبين في المدة عشر دقائق وبعد يرحوا بخارجين جايبين الحصانات بتاعتهم راح راضلفي آية لسابت What does all is well mean هو all is well معناها إيه؟ أهل له I don't know It's a real puzzle معرفش الموضوع محير جدا يا راضلفي ورحوا بلد بين الحصانات بتاعتهم ومشيين رايحين على وطول الطريق راضلفي عمال يفكر What did all is well mean Was all well with the king يا ترى all is well دي معناها إيه؟ هل كله تمام مع الكينج؟ وفجأة لأوا نفسهم قربوا خالص على الهانتنج لاج وأول ما قربوا على الهانتنج لاج they were somehow shocked ليه؟ صدموا آه صدموا لأن الهانتنج لاج كان مظلم قال له مش المفروض إن جازف جوه وإحنا جينا بالليل الساعة كان التسعة ونص مساء يعني المفروض في أنوار طب راح مرايحين بسرعة على الهانتنج لاج والفكرة كلها لأوا أن الباب بتاع الهانتنج لاج كان مفتوح الله شيء غريب وهم داخلين سابت took hold of رود الفرازندل's arm راح سابت ماسك دلاع رود الفرازندل كده وقال له ورح مشاول على الأرض على إيه؟ على على مناديل متقطعة ومتسخة مرمية على الأرض وقال له هذا ما أحبت لتتسعى الهانتنج لاجهة ده دول أنا استخدمتهم عشان أربط بيهم الست العجوز أنا ستة عجوزة ما متجاهن ليه؟ بكوز شو كانت سمعت الخطة يخرب بيتك مناديل طيب راحهم داخلين بسرعة على الديينينج روم اللي كانوا تناولوا فيها العشا قبلها بيوم لأن الكبس والبليتس كانت مازالت مكانها وبالتالي جوزيف ما نتضفش جريوا بسرعة على السلر بتاع الهانتنج لاجه بدا دور تدور تدور لأن الباب بتاع السلر كان مفتوح رود الفرح آيالي سابت معنى كده أنهم لقوا السلر العجوزة قالوا ارياليز ذاك وانا اظراق تدور لما زبط الملاتيل طب في ايه؟ داخلوا يبصوا يمين يبصوا شمال مفيش كينج وبعدين فجأة لقوا دور لقوا باب كان مقفول لقوضة تانية موجودة في قلب السلر قعدوا فترة طويلة لحد ما فتحه سابت عايز يدخل لكن رودلف وقفه شاف وشه ان سابت عايز يدخل كثيرا ويجب أن يحب أي شيء يجب أن يحدث سابت كان بيحب الكنج جدا وبدأ لرودلف انه هو كاره ان اي حاجة وحشة تحصله وبالتالي رودلف قاله لا خلاص خليك انت هنا انا هدخل لوحدي ولع شمعة ودخل ولما دخل لقى ان فيه سو ماني ثانية لقى ان فيه حاجات كتيرة اوية كانت مضبعة على الارض وكأن كان فيه خناعة رفع الكاندل وبتاعته لقى سبايدرز على الحيطة وفيه وان فاكت كده عن الاسبايدرز ان هي العناكب ما بتسيبش الوابس بتاعتها إلا لما بيكون في دوشة رادل في بص يمين يبص شمال فين فار ان وان كورنر الايس هو بدي وفين في جزء كده لقى جس راح خارج لسعب علو انا افراد انه خبر مش قويس انا اعسف ان اقول لك ان الخبر مش قويس انا انه مات سابت صدم وقاله the king قاله no no the body جوزف the king is not there لا لا ما تقلاش الجسة جسة جوزف الكنجي مش موجود هناك سابت راح اتقيده على دماغه وراح مواخدين بعضهم وراحين قاعدين في داين الفكرة كلها ان سابت او راض الفرحايل so they have got the king لا دا سابت سابت رحايل so they have got the king دول مسكو الكنجي راح راض الفرحايل وراح الكنجي رضا طاب وراح دين قالوا that's why they said that all is well but when did michael find out بس مايكل كان يعرف في الموضوع دا من امتا قالوا مايكل مايكل كان عارف طول النهار قالوا مايكل مايكل كان عارف طول النهار قالوا طب قم بيفكر في ايه لما قبلني ساعتها قالوا قالوا مايكل 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 في ايه ساعتها دا سابت اللي بيتكلم انا اللي يهمني هو بيفكر في ايه الوقتي رضا قالوا we must get back to stralzo and collect every soldier مايكل will have to be caught before the king is killed طب يلا بينا نقوم نرجع على stralzo نجمع الجنود كلهم لازم نمسك مايكل قبل ما الكنج يموت قالوا wait we need to think سابت دايما بيحب بيفكر سابت is the mastermind of the novel سابت والعقل المدبر وراء احداث النابل بتاعتين قالوا it must have been the old woman who told them what had happened somehow اكيد الستة العجوزة هي لقلت لهم اللي حصل بطريقة اخرى i understand now and they came here to kidnap the king and they found him in that room in the cellar قالوا مجوم أساسا علشان يختفوا if we hadn't escaped we would have been killed تعرف لو مكناش ربنا كان زمن اتألنا so where is the king now طب هو الكنج في ان دل وقت قالوا I don't know but you could see at the coronation that Duke Michael looked very worried let's think about how we can worry him a bit more بس انت كنت شايف أثناء الكرون ديوك مايكل كان الآن جدا تعال بنا نفكر ازاي نقلئ اكتر واكتر ساب قعد وبدأ انه محمال يفكر وكان واضح كده انه عنده خطة تانية الله طب وهي الخطة الاولانية ان راضلف كان راضلف 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 كان راضلف كان هيحل محل الكنج اثناء الكورونايشن طيب قال له هنرجع تاني على سرالزو الكنج لازم يكون موجود بكرة في الكابيتل تاني قال كيف هذا ممكن ونحن نعلم أين هو طب وازاي ده ممكن بقى وإحنا مش عارفين الكنج بتاعنا فين هنعرف ازاي بعد الفاصل عشان حضرتك منفعل جدا فاصل قد كده قد كده تهدى شي وإحنا كمان انت خدتنا معاك فاصل صغير وهنرجع لكو تاني استنونا وما تروحش في أي حتى ورجع نالكو تاني وسكين زند ويلا يا مستر شوقتنا كنا وصلنا قبل الفاصل نرجع بس شوية بالأحداث كده كان سابت بيقول رضو ان ديوك مايكل لوقت بري واريد دور لن كورونا نحن نفكر عن كيف نحن 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 تعال بنا نفكر إزاي نقليه أكتر من كده قعد سابت وبدأ يفكر أنا أقلاق في الساعة في الهانتن لوج دقت واحدة سابت وقف سابت عملها in order to let رضو replace the king during the coronation إهي البلان التانية بنلاق إن سابت رحقية لرضو ونحن سابت سابت ونحن سابت سابت ونحن سابت رضو يرد عليه ونحن كيف ممكن إذا نحن ممكن إزاي وإحنا مش عارفين هو فين قال ونحن هنرجع تاني ونكمل اللعبة اللي إحنا بدأناها انت لحد دلوقتي قمت بدور الكنج بكل براعة فليما نكملش قال ل أصدق تقول إنك عايزني أرجع تاني ألعب دور الكنج قال له yes I do وبينتهي هنا chapter 3 ونخلي بالنا قوي لأن chapter دوت زي ما قلت في الأول عبارة عن transition لل events اللي هتحصل بعد كده حنلاقي chapter 4 لقد بدأ يمارس مهام الكنج هتواجه صعوبات لازم نخلي بالنا منها كويس وفي نهاية chapter أتمنى نكون في التكم وبشكر كل العاملين على البرنامج وأحب أعمل صغير لبعض الأشخاص اللي همين جدا في حياتي أتفضل ارتاح وقول اللي انت عايز بسم الله الرحمن الرحيم أولا حاب أعمل special dedication to the soul of my father روح والدي الله يرحمه وأتمنى إن يكون في مكاني دو أتعملت جزء من النجاح اللي هو كان بيتمنه لي أعمل كمان special dedication لولدتي ربنا يخليها لي ويديها الصحة والأختي الوحيدة وأعمل كمان special dedication لزوجتي الإنسانة اللي استحملت معايا كتير جدا وهتستحمل كتير جدا special dedication لولادي كمان عمر وبرهيم اللي في مدارسهم دلوقتي وكان نفسهم يتفرجوا علي live on air بس الأهم إن هم يتعلمون أعمل special dedication لأسرة اللغة الإنجليزية كلها المشاركة في البرنامج طبعا وعلى رأسهم كبير عائلة اللغة الإنجليزية مستر نبيل بيكير أعمل special dedication لمستر محمد العسكري ومسيو حسين أبو الأنين اللي النصايحهم لي قدت لحضراتكم شفتوا النهار ده أعمل special dedication لذكاتريتي في الجامعة اللي علموني وعلى أديهم بقيت اللي أنا عليه لكن في أفالي special dedication لمعلمي الخاص مستر أشرف قد المقولة المأثورة بتقول من علمني حرفا صرت له عبدا والشخص دوت علمني كل الحروف فصرت ما أنا عليه الآن مستر أشرف يعني I owe you a lot بصراحة أعمل كمان special dedication لواحد من أهم الناس في حياتي صديق الصدوق ورفيق الضرب والكفاح مستر محمد البكري وبقوله ربنا يخليك ليا ويديك الصحة وتفضل دايما صاحبي للأبد الأبدين آخر شكري طبعا هو لحضراتكم أنكم أتحتولي الفرصة الجميلة داية أن أنا أكون معاكم النهاردة وأتمنى أن اللقاء ده تتقرر تاني وأتمنى أن كنت ضيف خفيف عليكم النهاردة شكرا جزيلا وطبعا إحنا استنتعنا جدا بالشابتر النهاردة من حضرتك طريقة ممتعة طبعا يعتبر خدنا مستر خالد عطي The First One عند مستر محمد دي بصراحة الثلاث طرق لعرض التشاكتر جميلة جدا وكواس جدا إحنا برضو بناخد أفكار مختلفة من طريقة عرض مدرس عن التاني استمتعنا بالعرض جدا وإن شاء الله نشوف حضرتك في لقاءات قادمة إن شاء الله نستمتع بشوى حق دائما شكرا شكرا كل الشكر والتقدير لكل مدرسين اللغة الإنجليزية وكل مدرسين مدرس على الهوى بكل المجالات ولكن من علمني حرفا صرت له محبا حب المادة التعليمية حب نفسك اتعلم كويس عشان توصل للمكانة اللي احنا موجودين فيها وهرجع تاني وافكركم بكتاب مدرس على الهوى وأكتر واحد يتكلم على الكتاب وعلى البرنامج هو الرائع الرسمي والأب الروحي والأب اللينا كلنا مستر أحمد تفضل طبعا يا جماعة احنا دلوقتي في صدد تكوين كتاب الكتاب دي أعتبر ورحنا شبه انتهينا من المادة العلمية بتاعته فيه كم كبير جدا من الامتحانات والأسئلة المغلطية عاملة كفرينج الموجودة في المنهج مشارك فيه الاصطف طبعا بتاع مقدم المادة في البرنامج مدرس على الهوى وان شاء الله كتاب يعني هينول إعجاب للجميع وده هيبقى موجود طبعا موجود في المتاح بالنسبة للاصطف اللي مشارك معنا في المادة العلمية وهيبقى متاح بالنسبة لأي مدرس على مستوى الجمهورية لو عايز يستعين به في شغل كنت عندي درس كان عندك حسة كنت نايم ما كنتش فاضي تابعني على صفحة مدرس على الهوى على الفيسبوك أو على اليوتيوب الصحة والجمال أو مع صفحة مستر أحمد سعيد على الفيس كل ده مستنيك لأسئلتك وتوجيهاتك سواء كنت أب سواء كنت أم سواء كنت طالب أو طالبة أو مدرس المادة مع تحياتنا جميعا وضمتم بخير أهل مصر وتحياتي لمستر شريف وتحياتي لمستر أحمد ونورتونا وأسعدتونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته